السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا ومرحبا بكم جميعا يرقبوا تكونوا باحسن صحة و باحسن حال ويسعد صباحكم اينما كنتم النهاردة ان شاء الله جايلكم بفوائد واضرار البردقوش ازاي ان انت بتقدر تخدم العشبة الجاملة دي فوائد كتيرة جدا وازاي تخلي بالك من اضرارها ده عشبة البردقوش بتكون جاية مجففة او جفة كده طريقة تحضرها ان حضرها اكيد سوا ولكن لو اول مرة بتزور القناة فاضل منكم ولايس امرا كوموا بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد لايك وشيل الفيديو اذا عجب البردقوش من الاعشاب العطرية اللي بتتميز بخصائص علاجية كتيرة جدا لانها طبعا بتحتوي على عناصر غذائية تمثل اهمية كبيرة لصحة الانسان بس كل شيء زي ما ليه فوائد ليه اضرار اول فايدة معنا النهاردة هي انها بتقينة من السرطان لانها بتحتوي على مضادات للاكسادة بتكفح الشوادر الحرة او الجذور الحرة بجسم الانسان وبتقلل من خطر الاصابة بالاورام السرطانية كمان بتحسن حركة الامعاء لان البردقوش بيحتوي على نسبة عليها من الالياف وبتمثل اهمية كبيرة للجهاز الهضمي كمان بتحسن من حركة الامعاء وبتسهل في عملية الهضم معظم الاطباء بتنصح بتناولها كوب يوميا في حالة الامساك الانتفاخ الغازات تقلصات المعدة بعد مرور ثلاث اسابيع من تناولها طبعا بتلاحظي ان المريض ما عادش عنده امساك خاصة الامساك المزمن بالنسبة للنساء كويسة جدا جدا للنساء اللي هي عندها مشكلة في الحيض الشهري هتعمل على تنظيمه وبتخفف من الاضطرابات المصاحبة ليه زي التقلبات المزاجية التقلبات الهرمونية الام المعدة الى اخير كمان البردقوش بينظم الدورة الدموية لانه بيزبط ضغط الدم وبيوقنها من امراض القلب واقعية اللي احتواءه على نسبة كبيرة من عنصر البيتوسيوم والماغنوسيوم بيعالج الارك والتوتر بيقوي الجهاز المناعي لانه بيحتواء على نسبة عالية من فيتامين سي اللي بيعالج فيه الاعراض او الامراض المصاحبة نزلات البردن فلوانزا العطس الرشح السعال الى اخير مفيد جدا لصحة العين لانه بيحتوي على فيتامين ايه اللي هو مهم جدا جدا للعين ايه مخاطر البردقوش مخاطر البردقوش ان انت اولا تشربيه الناس اللي عندها سيولة في الدم ما تشربوش الناس اللي هي في فترة الحمل ما تشربوش الناس اللي هي هتعمل عملية او بالفعل عمل عملية كمان ما تشربوش لو بتاخد ادوية معينة وحب ان انت تطبق البردقوش لازم ترجع طبيبك الاول دي كل فقده وكل اضراره اه بتطريقة تحضره ان انت بتجيبي معلقة صغيرة منه على كاسه وبتضيفي اليها المياه المغلية بتقلبها كويس وبتغطيها وبتشرب منقعها بعد عشر دقايه بتقلبيها كويس وبتغطيها وتشرب المنقع بتاعها بعد عشر دقايه بس يا رب اكوني قدرت افكه ولو بجزء بسيط دايما ان القناة هتكون شاملة فوائد واضرار وهتشاملة معلومات وهتشاملة وصفات وشاملة حاجات كتير لانها بالاول وبالاساس اسمها متجر النساء تابعنا الكرام دمتوفي حزر الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته